عشانكم احنا بنعمل ده عشان دي بلدنا ودي اخلقنا وده شعبنا العظيم اللي تحمل الكثير فالنهار ده لما يحصل ده وييجي الامريكان يلعبوا نفس اللعبة وطبعا كله من وراء الامريكان بش عبا يبعيد عن الامريكان واشتغلونا في المعونة الامريكية اللي بيستخدموها كورق الضغط علينا بشكل دائم ومستمر عايزين يقولوا درعنا دايما 130 مليون دولار خصموها من المعونة الامريكية المقدمة لمصر هي فيها كان 130 مليون دولار الهدف ايه الحج ايه حقوق الانسان انت يا جماعة يعني ما بتعملوش ما بتعملوش بمهامكم الاقتصادية والسياسية والحقوقية وغير ذلك انت النهاردة بتشيل مني 130 مليون دولار وقابل كده شلت برضو نفس الحكة وقابل كده بتعمل وامش عارف ايه طيب الاسباب الموضوعية مش رحالية انا مش عايز اكون عايز مع انتك في النهاية انا عندي كرمتي فوق كل اعتبار شعب المصر ده ممكن يجوع ومش عايز حاجة منكم وانتو مبتدفع لهوش كاش لانتو بتجيبوا باي شوية حاجات كده وتصرفوها على المقاولين بتعقب والشخصيات بتعقب تنهاردة لما بتعمل ده ضدي باسباب غير منطقية وغير معقولة وغير طبيعية انا من الحقي ان انا توقف واقول ماذا تريدون بالضبط انتو بتستخدموا قضية حقوق الانسان كشماعة بتغمضوا وتغضوا بصاركم عن اللي بيحصل في البلد انا ما بقولش احنا اخر حلاوة لا عندينا تجاوزات موجودة ما فيش مشكلة بيحصل لكن ايه هي التجاوزات وهل احنا بنعليجها ولا بنعليجهاش هل احنا بننزل زي الدول الاخرى ونقتل في الشوارع هل ده بيحصل هل النهاردة كمصر تغاضت عن المفهوم الحقيقي لحقوق الانسان غير حقيق فانت ما بتخصي 130 مليون دولار انت بتحط نفسك في ذات الخندق المعادي وبتفتعل نفس الازمات ودي خليني على ثقة انك انت اللي بتحرك من خلف الستار وايزة اقول لكم الشعب المصر عنيد انت تعمل شمال هو يجي لكي مين والله العظيم حتى لو زعلان من الدولة كلها دي وطنية انتوا مشوفوش المصير لما يبقوا في الخارج يبقى يكون زعلان من الحاكم هنا ولا هنا هات بس سيرته شوف الناس هترد عليك تقول لك ايه الوطنية في جنات الانسان المصري جواه بتمشي مع دمه ما يحملش كلمة على بلده يبلع الظلط لكن ما تنهوش ولا تهين بلده انتوا بتتعمدوا اهنتنا انتوا بتدونا رسائل سلبية خاطئة انتوا بتقولونا ان الثقافة الامريكية الثقافة معادية ليكم مع انه الشعب الامريكي شعب محترم ما عندناش تحفظ عليه عندنا تحفظ على السياسة الامريكية تجاه بلدنا والله انا فاكر ريتشارد دوني كان سفير امريكا هنا في مصر وبعدين كان عامل حوار مع اه الاعلامية منشاز دي اظن كان حوالي 2008 او 2010 انا كنت بانتقده جدا وبانتقد مواقفه اه بيتكلمها بيقوله انا يعني عايز اعود مع مصطفى بكري في الهواء مستعدة روح له المقر او يجيني او نلتقي في اي حاجة فانا رديت عليها اقول له شكر الله سعيكم احنا ما عندناش تحفظ على الشعب الامريكي احنا تحفظنا الاساسي على السياسة الخارجية الامريكية انتم تعملونا معاملة العبيد وانحنا لسنا بعبيد احنا شعب عنده كرامة وايمان وقوة ايا كانت حملتكم اوعى تفتكر انها هتجدي مع المصريين بالعكس كل ما تعمل حاجة المصري يعاند واحنا شعوب مسالمة ولدينا قيادة يعني الرئيسة ما بيتكلم عمره مغلط فحد تكلم بأدب جم في كل كلمة بيقوله هو تربيته كده وتركيبته كده لا بيتطور على حد ولا يتعمد اهانة حد ولا بيرد عليكم بأسلوبكم بيرد بالمنطق احنا وضعنا كذا واحنا شايفين ان السياسة بتاعتكو دي خاطئة واحنا بيقول لكم باسم كل المصريين يا امريكان المئة وثلاثين مليون دولار اللي خصمتوها تشربوها وتبلو ميتها احنا شعب عظيم وشعب عنده ايمان وشعب عنده صبر وشعب عنده قدرة وشعب عنده كرمة تحولوش تجرحونا في كرمتنا طيب قاعدين في كل بقى يعني ايه قلواتكم واعلمكم وتصرحاتكم وضغطكم على صندوق النقد ان احنا بلد يعني ايه خلاص فشل واقتصاديا وقعنا وخلصنا وللأسف بعض الزملاء سواء كانوا يعلمين او شخصيات اخرى بيساعدوا في هذا الكلام لو عم يطلع لي واحد يقول لي الايام الجاية سودة جدا يا عم ارحمنا ارحمنا وسيب الناس بغلبها احنا بنبس الامل للناس ليس الامل الكاذب ولكن القراءة للواقع مش ممكن اجي في النهاية اقول بلد كلها هتبقى سودة يا سيدي حتى لو جات السواد هنعرف انت عامل ما احنا مصريين احنا شعب مصر احنا شعب الحضارة احنا نبلع الزلط بس بلدنا تبقى واقفة على رجليها ويطلع لي تاني سياسي كبير جدا قالك انا قلق ماشي اوكي انت قلق وناس كتير قلقة لكني متشائم والله تشائم ليه فانت تشام بتاعك ده ليه احنا عندنا امل وعندنا روح التفاعل وبلدنا بتتبني وحققنا انجازات كبيرة في البلد وعملنا مشروعات بحجم الدين واكتر وحنشر لكم ان شاء الله الايام اللي جاية اين صرفت الاموال سواء اللي جبناها او اللي كانت بوجودها بالمليم صرفنا ايه على ايه عشان الناس تعرف ان البلد دي بتتبني وانه حتى الديون اللي احنا بنجيبها ما بنصرفهاش على الهفق احنا بنمدي بيها بلدنا اللي ما تبنتش احنا بنعمل بنية تحتية ما كانتش موجودة احنا بنصنع حاضر تاني وبنعمل جودة حياة وانا في كل ده مش ناسي مش ناسي الاوضاع الاجتماعية ولا الاوضاع الاقتصادية ولا القيادة السياسية ناسية وانا اعلامي بيتكلم مش ناسي قيادة السياسية وهي تصنع القرار مش ناسية وإلا كلام الرئيس اللي قاله اكتر مر الناس بتعاني والناس كذا واتمنى كذا واتمنى المواطن مصر ياخد عشرين ألف ولا تلاتين ألف ولا غيره ولا غيره قررت الدعم اللي بتحصل فيه بعض المجالات أو غيره أو غيره وما ده تأكد ان القيادة السياسية فهمة وعارفة وإحنا قلنا هنا الناس بتكوحوا تراب والناس تعبانة وده صحيح ما قدرش أنكروا طبق الوسطى تعبانة ما قدرش أنكروا أسعار في مجنونة ما قدرش أنكروا إنه ما معنى كده إن أنا أجي بقى أولع البلد يلا نشيل السيسي نشيل مش عارف إيه نعمل إيه والله نشيل مين ويجيب مين إحنا في واقع صعب ده إحنا بلد ديسة خارجة من فوضى أنتوا أعزين متصورين يكون حد دخلوها في فوضى تانية متصورين الشعب المصري ده بشوعي متصورين عشر اتناشر طلعوا ووقفوا حيب هدفهم إيه مش الاحتجاج آه إحنا بنعاني بس وإنت بتعاني أعرف إنك إذا طلع عشرة هيجي عشرين خمسين بلطاق يسيطروا على الموقف تخلنا في صدمات ومشاكل وآزبات حتدفع أنت تمنها وحدفع أنا تمنها وغيرنا حيدفع تمنها والعالم مش هيسيبنا خلوا بالكم تجهيز للمسرح اللي بيتم ده كله من هنا ومن هنا بكرة وبعد يملي عليه قرارات سياسية وقرارات اقتصادية انت مش قدها فيكسرك لو العالم ده شايف إن عفتاح سيسي بينفزه كل اللي هو عايزه مش هيعمله الحملات دي حيسقفوله وحيكرموه لكن هم شايفين إنه أخد سياسة مستقلة وبيبني جيش وطني موسيقى